موسيقى 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 هذه هذه نتجتنا مشاهدين ومتابعين في كل مكان نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشرط وإلى صدارة هذا الانطلاف هناك المقدمة والصدارة مع الشامخة الشامخة مع المركز الأول مع مكان الشموخ مع مكان الرفعة ومكان موسيقى 1500 متر مع الشامخة يفصلها عن خط النهاية 1500 متر الشامخة تعود ملكياتها محمد بن عبد الله بن علي الفيده المري مع مغدمة هذا الانطلاق يا سلوم يا سلوم المركز الثاني تقدم في هذه اللحظات من جبارة سالم بن علي الشامسي هنا تتقدم لحظة بلحظة تقير من المركز الخامس قبل لحظات إلى المركز الثاني وهنا سعد عامر بن سعد الرفادة من يتواجد هنا من خلال شعارة هنا العدملية هنا مع المركز الثالث على المركز الرابع وصول وصول وتقدم من صوغة حمد بن معيوف العامري وعلى المركز الخامس أيضا تسلل في هذه اللحظات من قبل راهيم هنب الصغير بن حمود لو هيبي لا لكن نرجع وإياكم نرجع وإياكم إلى مغدمة هذا الشوط الشامخة مع الكيلو الأخير الشامخة الشامخة هنا تندفع بهذا الأداء الجميل تندفع بهذا العرض المميز ولكن هنا صوغة وهنا كذلك أيضا العدملية على المركز الثاني يسلوم الشامخة الشامخة مع الناموس الشامخة مع الانطلاق الأول في هذه اللحظات الشامخة 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 هنا هنا تسيطر على المركز الأول مع البطين مع البطين ولكن شوفوا اللي وصلت اللي وصلت هنا بشاهدين للكرام صوغة 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 غيرت مع المركز الأول حمد بن معيوف العامري مع صوغة مع تسلل صوغة بهذا الأداء الجميل بهذا العرض المميز يسلوم شوفوا شوفوا اللي وصلت اللي وصلت هنا حملة رغم 36 هنا الوصول والوصول والقدوم كذلك من قبل راهية أمهنب الصغير بن حمود الوهيفي من يتواجد ولكن هناك من الجانب الأيمن تدخل في هذه اللحظات يسلوم الضيبة صالح بن محمد العضيلي العامري ولكن نرجع وإياكم إلى صوغة 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 ولكن كذلك وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل اختبار 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 ولكن صوغة صوغة واللحظات الأخيرة نعم إنها صوغة تفوز بهذا الناموس الغالي تهنين لمحمد الحمد بن معيوف الى العامري على فوزة بالمركز الأول المركز الثاني وصلت اختبار اللي سالم بن عبد الله العامري وعلى المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الديب اللي صالح بن محمد بن عضيلي العامري المركز الرابع وصلت على المركز الرابع راهية أمهنب الصغير بن حمود الوهيفي يما المركز الخامس وصلت على المركز الخامس مشاهديننا ومتابعيننا لفضل مياسة لخالد باللاحج الكتبية ثاني نموس لجميع الفائزين هذه لحظة إلى دقائق 14 ثانية 83 جزء من الثانية والنموس لمالك صوغة حمد بن معيوف العامري على فوزة وتحقيقها بنموسي هذا الختام لهذا السن أما المركز الثاني 6 دقائق 14 ثانية 97 جزء من الثانية والنموس لمالك اختبار سالم بن عبدالله بن لاحج العامري يما المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث مشاهدين الكرام الثيبة غطعت المسافة في زمن نغادر 6 دقائق 15 ثانية 23 جزء من الثانية ثانية والنموس لصالح بن محمد بن عضيلي العامري ثانية والنموس لجميع الفائزين نشاهد وإياكم مشاهدين الكرام بقية هذا الشوط نرجع وإياكم مع مخرج هذا النقل وملخص هذه الأشواط ونتائج هذه الأشواط والفائزين الشوط الأول كان من نصيب صواب المملوكة لعبدالله بن محمد بن جمعة بن جبر وكذلك الشوط الأول للقعدان ذهب من نصيب مجد المملوك لجمعة بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري وكان هو صاحب أفضل توقيت 6 دقائق ثانية 29 جزءاً من الثانية ثانية والنموس لجميع الفائزين وحفظه حتى الملتقى بإذن الله في صباح يوم الغد مع سن جديد تنافذ ونمور ونزع يا تلاصة يا رها نحن لا نعاني الصوت لا داع يا بيت من نشط وذكرها نعاني الصوت لا داع نعاني الصوت لا داع تسابق الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر